في قرية النائية كانت تعيش أسطورة أمنا الغولة وهي امرأة مرعبة تعيش في الغابة الكثيفة المحيطة بالقرية كانت أمنا الغولة تخطف الأطفال الذين يتجولون بمفردهم أو الذين لا يستمعون إلى نصائح آبائهم وأمهاتهم يقولون إن لها شعرا طويلا أسود وعيونا حمراء تلمع في الظلام وتصدر صوتا مروعا يمكن سماعه من مسافات بعيدة في إحدى الليالي قررت ليلة وهي فتاة صغيرة عنيدة أن تتسلل من منزلها لتلعب في الغابة رغم تحذيرات والديها بينما كانت تلهو سمعت صوت همسات غريبة وضحكات مخيفة تقترب منها تجمدت ليلة في مكانها ورأت بين الأشجار ظلا ضخما يتحرك نحوها ببطء أدركت ليلة بسرعة أن هذا هو وقت الهرب لكن قدميها كانتا متجمدتين من الخوف قبل أن تتمكن أمنا الغولة من الوصول إليها سمعت ليلة صوت والدتها يناديها بقوة ليلى عودي الآن استجمعت شجاعتها وركضت نحو المنزل بكل قوتها تاركة خلفها الغابة وأمنا الغولة تعلمت ليلة درسا قاسيا في تلك الليلة ولم تعد تتجرأ على تجاهل نصائح والديها أو الاقتراب من الغابة مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر